ايكوتولك شوف معناها انا قناعتي النهارة اللي يتولي عندك منظومة جبائية صحيحة يزينا من كل عام وحنا نغيره ولي قلت عليها انت استقرار نصوص الجبائية نجمع المجليات وخدمنا عليها ونقول لك من 2009 حتى 2013 وانا حاضر في اللجنة احنا نحينه وحنا نحينه نعمل مجلة عامة للأداءات لمو فيه كله وما عادش نمسو المنظومة الجبائية تحبت عامل سلاح الجبائية عامل قانون خاص اصدار قانون خاص بيسلاح المنظومة الجبائية وخليها تخدم على روح ورقمنت لي دارة وحتى كان من نجموش ننتد بو عوان جود اكل عادة التوظيف مفانا عوان ما يومش يعملوا في حاجة كبيرة يولدي تكوين سريع ودخلهم مراجعة جبائية معادش 2000 ومئتين وبالتالي نهارة تولي منظومة الجماعية بالحق صحيحة وريكزة وفيها كل مواصفات متاع منظومة الجبائية متتورة انا نقترح وقتها ادراج عدم القيام بالعافو الجبائية ضمن الدستور اكثر شي من هك انا عملت منظومة الجبائية واضحة وصريحة خففت في نسبة ضرائب بسطت الاجراءات انا عنا قاعد نقترح ايه حطني هنا وزير مالية وانا عملك هذي الكل حطني رئيس حكومة انحقق الهدف متاعك الكل ايه 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 احنا نقولي ورادة سيسية لباونا نفدلك لحاشة وزيرت مالية لرسة حكومة الحقيقة خبير على روحي مستقل عندي حتى يبشكمش قبيل هذا في كل مرة ما سيرش هاي زمان هي يجب ما يسير هنا نقوله فيه ايه هنا نقوله فيه يا سيدي هاو نداي للسيد الرئيس الجمهورية اكثر شي من هك مو معاك عنا ثلاثة رئيسية كل واحد يحكم واحد او عنا رئيس يحكم هاو نداي انا نحبه تونس احنا او قلبنا على تونس انا نحبه نطوره منظومة الجباية متاعنا انا نحبه اننا نطوره البلاد متاعنا انا الناس صادقين وطنيين ها انا نقوله في الكلمة هاتنا عملوه ارادة سياسية وهو سيد الرئيس نداي هاو من امام المصدحة متاع اكسبرس افام رأوا الفطرة اللي تعدات موجهة اكثر للامور القانونية ومجلس نواب الشعبي لغير ذلك انا الاوانة نقول للالتفات بصفة جدية الى الجانب الاقتصادي يعمل اخيات ديوانة بتاعك فيه كفاءات وطنية تبرك الله تصخروا بها البلاد وحضرولك دراسيات ومشاريع ومن اهمهم ها نقوله لك تو تغيير العملة نقول فيها ناحيتي كاملة اشنو صعي بخمسة وثلاثين في المائة بنتج داخلي الخام يخوف تغيير العملة يخوف لانو فشل كما قلنا مالفت فشل في دول اخرى دول اخرى فشل وفما دول اخرى نجاح ونجم يخلق لك فوضى كبيرة لا ما يخلق لحد فوضى هي تحذر روحك تطبلع وراق النقدية بتاعك متعلمش بها بين عشية مضوحة تغيير العملة فما اللي بالعملة الصعبة لكن موش بش تنجم انتي تخلق معناها ولا تتحصل على النتيجة ايجابية ولكن فما بارش باللي بالعملة التونسية اللي الناسة ذوكم اللي هما توا خارج المنظومة قانون الغاب سميته هنا بشي جيك البنك المركزي يغير العملة بشي يعمل البتين دي خلصها عشرة في المائة عنده سنوات متهرب خلصها عشرة في المائة انا كان قولك ستين مليار اقل تقدير عشرة في المائة توجيبو لك خمسة ستة مليار دينار واحنا في اشد الحاجة الى ذلك وفي نفس الوقت اللي خدمة بتاع ويصرح بهم لصندوق الوطني لا يومش يصرح دونك تولي صندوق الوطني المشكلة اللي عنده والازمة المالية الخانقة لعيشته يتفرهد يولي لبس عليه القطاع المنظم كيف كيف يتفرهد خط اليوم فم منافسة غير شريفة القطاع المنظم العوامل هذه الكل ينجم يكون عندها دفع للاقتصاد امتع البلد اثنين يخوي هالترخيص وحنا كل مرة هوا قائمة وحذف هذي احذف الترخيص الكل الا قائمة سلبية عندها ممكن مساس بالامن الوطني قائمة سلبية قولها دوما لا اما نبقي يكون خليني استخدمنا عمرها ما صارت في تاريخ تونس هذي يمات حتى نهار حتى نهار اللي صار فيها تغيير قبل الثورة قبل احتجام كان قبل اربعة احتجام كان مربوط بالاساس بالتغيير بالكراس شروط مع انت هذي عمرها مسارت مع انت هنعملناها في الجي باي هنقول لك في المناطق تاني من الجهوية كانت عنا قائمة هذو مراو وينجموا وينتفعوا بدلنا توفي القانون الجديد قلنا كل الانشتن هالحق إلا هذو مقايمة سلبية سميناه هذو ملئ البقي الكل تفضل يخدم شوال يمنع هذا نفس السؤال للأسف ما الذي يمنع حصول ذلك ما تشنوه لبلوكاج خطر رو نعرف زدلي فاما مؤسسة المجتمع المدني هاي جواب يسهر رو الإرادة سياسية إرادة سياسية إرادة سياسية بتاع ناس تبني عنده رؤية واضحة تعرف اشتعمل عندك خبراء في المجالات هذو ومش بالكلام يحضروا لك تقارير ويحضروا لك مقترحات عملية وتتدرس وتعرضها على مجلس نواب الشعب وعظها مجلس نواب الشعب اللي هم بتعرف عشر النواب ينجموا يقدموا مقترح قانون مشروع قانون اتفضلوا هاو الخبراء موجودين شركوهما معاكم وعملوا مشروع قانون وقدموا منظمات المجتمع المدني عندها جواب آخر نجم يكون فاتمها مصرحة تعرفوا ملي حينتي معنا تالي هو فما لوبيات فما كرتلات فما فما ناس اللي ما تحبش او مجموعات كبرى ما تحبش فتح الاسواق امام الجميع وكل شي تدخل فيه واسفتالي في 24 ساعة عمال شريك تكون فيه حتى مشكله اونليني ما يساعدش هذي اللي قلته انا النجم نكون نفهمه في الفترة الاقديمة هتكنت امان الحداب وتتمعش مهلوبيات ويمولولهم في حملات الانتخابية متاحهم النجم نفهمه وفهم اللي دخلوا مجلس نواب الشعب هما من اكبر معناها المهربين هذي والكناترية هذي النجم نفهمه هذي تاو ما عادش ايه كي ما عادش هات نبدأوا صفحة جديدة على قاعدة معناها ما عادش نظريا انت حكيها ما عادش لا معناها ما عادش تمويل احزاب كي ما قبله اي ولكن ما عادش كناترية دخلوا مجلس نواب الشعب اي ولكن موجودين الناس هذوم موجودين في عاد نشاطاتهم الاقتصادية بشكل طبيعي موجودين خيس اعادة النظر في قانون الاستثمار تطوير الادارة رقمنا فيش نستنيها ونمشوا بالاختيوة بالاختيوة رقمنات الادارة يعني ادارة الجديد غدوك تبدم رقمنا ما عادش تقعد تمشي مبوقع البوقع وتلوش في الاستقصائتي تولي معلومات لكلها المعلى ذنبتها هذي اللي لازمنا نوصلوله واني نقولوا فيه موش صعيب سهل ونحب نختم بحاجة بارك من جمهة المقترحات اللي قدمتها مش رحكوا بتاها مش نختم معك بهذا بالقطاع العقاري ونحكيه على الضريبة على القيمة الاداء على القيمة المضافة اي تعرف اللي البعث العقاري ما كانش خاضع بوه منذ سنوات تم اخضاعه والاداء على القيم مضافة بنسبة 19% منذ 19% هم مفهن وردود فعل بوه كانت 18 ولا 19 مجح فائلة غير ذلك مش هيت معهم بتبيع الحكومة وزارة المالية اساسة قالوا باياهم خليه 13% وقانون مالي سنة 2020 قالوا 13% الى غرد جنف في 2024 ولي 19 جيتينش قلت استعملتك المثال الفرنسي اللي قولك لورسكولوباتيموفا توبا قدر عندك الحدد والنجار والكهروب باقي النسي كل قيلة انه 19% هذي ستكسر وتهد القطاع البياني تأثر عليه سلبا ترفيه في الاسعار القدر الشيرائي متاع المواطنين وصعوباته ولكني واللي أكثر ما عادش قادر على حصوله على المسكن عملت فراضياتين قلت اه نزيدوا نمدوا الى غرد جنف في 2026 حتى يأتي ما يخالفوا ذلك ونقضوا في 13% على أقل باش منزدوش نضروا قطاع البعث العقاري ونمكنوا المواطنين من الاقتنال المساكني المتاح ما دلوله والفراضيات الثانية باعتباري لليوم في معليم التسجيل فممتياز هام اليوم نزيدوها 2% وكتفوت مليار نزيدوها 4% الخمسة والي 7% كتفوت مليار الخمسة والي 9% أما إلى حدود 500 ألف دينار 5% بيصرف النظرة على 1% متاع الدفدرخامة الدفدرخامة هذا كمتاع الترسيمة معلوم الترسيم هذي اليوم إلى حدود 500 ألف دينار ما تخلصش معليم التسجيل بنسبة 5% تخلص معلوم قار بـ 30 دينار على الصفحة قلت ما ديم عندي الإمكانية هذه هو حل وسط إلى حدود 500 ألف دينار يا سيدي هذه الضعاف ومتوسطية الطبقات المتوسطة وضعيفة إلى حدود 500 ألف دينار كما أعطيناهم لامتياز في معليم التسجيل يتم الإبقاء على الأداع القيم الضهف بنسبة 13% هذي حل من الحلول بيشكيك ميكونش الأداع القيم الضهف عنده تأثير سلبي على القطاع ككل وعلى المقدرة الشيرائية للمواتن التوني خاطر هو اللي بيش يتذر مباشرة بأنه الأسعار وبتالي الحلول موجودة هاي مقترحات هانا نقولو فيها هذو مقترحات هاني خليت حريتي أنا بيش نعبر عليها خاطر بيتو الأخرين في القانون المالية فم شوي احتراز خاطر الغالب مزلت في استور المشروع أما هذو من جملة المقترحات اللي أنا قدمتهم صفة رسمية في مستوى المجلس الواتن الجباية ما الذي سيتم تبنيه وقبوله من هذه المقترحات وغيرها هذي ما نعرفوه اشتاوه مش نعرفوه بعد 15 أكتوبر إن شاء الله شوي شوية 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 شكرا لك وصيد محمد صلح العياري أحضرك على كل المقترحات والتوضيحات اللي قدمتها في انتظار التعليق الرسمي على النسخة الرسمية والنهائية من مشروع قانون المالية لسالة 2014 شكرا للمشاهدة